السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد على قناة إلكتروسوفيان فيديو اليوم إن شاء الله سيندرجه ضمن دورة إيسي الباور في الحلقة الواحدة والخمسون إن شاء الله سنحاول التعرف على اسم إيسي منفجر لدينا باورسط ليها هي إيسي منفجر لا يظهر عليه لا اسم إيسي سنحاول التعرف عليه لكن قبل ذلك وقفة بسيطة ومحاولة للتذكير ما سابق بالنسبة للأطراف التي يربط بها إيسي الباور فهي تنقسم لأطراف تربط مع الأرض وأطراف تربط مع الموجب وأطراف تربط مع لوبتو كابلر طبعا فيديو الأم أو الفايبر يمكنك العودة إليه فهو لديه طرفين يربطان مع لوبتو كابلر وبالتالي طرف الفيدباك وطرف الفيسيسي الخاص بالأم هما كلاهما يعني كما لو نسميهما ينتجهما الإيسي بحيث أنهما لا يربطاني لا مع الموجب ولا مع السليب هذه النقطة مهمة جدا وتوجد في عديد الإيسيات بالتالي إذا ربطته مع الموجب إذا ربطته مع مصار الموجب فأنا أقوم بإفشاله أو حرقه أو كذا وفي نفس الوقت إذا ربطته مع الجين دي أقوم بنفس الشيء بمعنى أنه لديه طرفين محايدين إذا سمعت طرف محايد فهذا يعني أنه يخرج من إيسي باور ولا يعني يخرج من إيسي باور ولا يرتبط لا مع الأرضي يعني لا مع هذا المصار السليب للمكتف الكبير ولا مع الموجب أي أنه محايد يعني دائرة خاصة جدا ستخرج الجهود من هنا تتوجه إلى هنا وفقط واضح في بعض الأعطال بعض الأعطال في الإيسيات التي تنتج الفيسي داخليا بعض الأعطال أقول يكون الفيسي منخفضا بحيث أن الجينيراتور الخاص الجينيراتور الفيسي الدائرة المكلفة بإنتاج الفيسي الداخل الإيسي تضرب دائرة داخلية تضرب فكيف يصبح الجهود مثلا عوار الثمانية يصبح أربعة ساعتها ساعتها فقط نقوم بتمرير جهد جهد إلى الفيسي سي جهد من هنا إلى الفيسي سي واضح هذا الجهد قد ينفع في تشغيل إيسي قد لا ينفع لماذا لأن الإيسي يعني الدائرة كما لو أنها تصبح تعمل كبح لذلك الجهد هو في الأصل يكون ثمانية يعني تعيده إلى الأربعة تقوم أنت بتمرير الجهد مثلا ستة أو ثمانية فيرتفع الجهد قليلا لأن الأربعة تفرض بالتالي نحاول رفعه لتفاصيل صغيرة ربما بالفاصلة حيث أنه يتخطح حاجز فيشتغل معنا الإيسي حينها يتشتغل الباور بشكل بسيط وسالس جدا واضح غير ذلك لا نلمس الفيسي والفيدباك الخاص بتلك الإيسيات لأنها تسمى محايدة وإذا ما ربطت الفيسي بشيء آخر سيضعف الفيسي لأنه يكون بأمبير ضعيف أولا وتانيا سيصبح أقل من اللازم وبالتالي سيفرض عليك الأندر وسيقطع وستصبح الباور أوف واضح لذلك ما صار الفيسي باك والفيسي إذا حاولت التعديل من خلالهما وفصلت الباور أعيد كل شيء كيفما كان وستشتغل إن شاء الله تعالى وحاول تغيير من جهة أخرى على أين سنمر الآن إلى هذا الإيسي هنا وكما سبق وأشرت فتوجد دوائر الموجب دوائر للجي إن دي ودوائر محايدة دوائر محايدة بحيث أن تلك الدائرة المحايدة يمكننا أن نربطها مثلا نقوم بلحم سلكين في الإيسي ونخرجه إلى هنا ونربطه مع الدائرة خارجها البوضة ويعمل عادي جدا جيد إذا على بركة الله سنحاول التعرف على الأطراف لدينا هنا المصار الأول طبعا سأقوم بسرد المصارات عليكم في محاولة لمعرفة الاجتهاد قليلا لأننا وصلنا إلى مرحلة مرحلة يجب عليك أن تتبع الأطراف لتفيد نفسك ولا تبقى هكذا فقط تسمع طرف كذا هو كذا وطرف كذا هو كذا على أين هذه هي الأطراف هذا هو الطرف الأول هنا إذن لاحظ ها هو الطرف الأول ها هي العلامة إذن هذا هو الطرف الأول هنا إذن هذا هو الطرف الأول هنا واضح إذن الطرف الأول إلى هنا إلى المقاومة إلى هذه المقاومة أحمر أحمر أخضر واضح الطرف الثاني إلى هنا أي موجة بالمكتف صغير واضح الطرف الثالث الى الارضي واضح الطرف الرابع مفصل لاحظ مفصل غير موصل بأي شيء جيد الطرف الخامس الطرف الخامس الى لبتو كابلر الطرف الرابع لبتو كابلر الطرف السادس الطرف السادس يأتي الى هذه النقطة هي عبارة المقاومة الى اين الى الارضي واضح الى الارضي الطرف السابع والثامين لاحظ طرف السابع والثامين هنا دائرة الاخماد هنا لاحظ هنا المحول اي طرف المحول سنسميه طرف المحول في إيسي اذا يمكنك ان تخمن الاطراف ما هي موظيفة الاطراف اذا سنحاول التعرف على الاطراف سويا واتمنى طبعا ان تكون كل محاولاتكم هي محاولات صحيحة اذا على بركة الله لدينا هنا الطرف الاول ها هو هنا الطرف الاول مربوط بمقاومة اثنين فاصلة اثنين ميجا سنتركه لاحقا لدينا الطرف الثاني مربوط بمجاب المكتف الصغير والضيود العرضي ها هو الضيود العرضي وها هو المكتف موجب مكتف بالتالي هذا الطرف الثالث هو ارضي طبعا سليب المكتف الكبير الطرف الرابع مفصول لكن لديه تسمية ولاحظ معي انه كان من الفرض ان توجد هنا سي اي مكتف شبيه بهذه العدسة الحمراء هنا سي واضح لذلك سنجد له هو الاخر تسمية بالنسبة للطرف الخامس مرتبط مع لوبتوكابلر فقط مع مراعاة ان هناك عدسة لكن لوبتوكابلر يحكم وبالتالي سيسمى تبعا لوبتوكابلر وهو فيدباك الطرف السادس مربوط بمقاومة الى اين بمقاومة هل هو موجب ام ساليب الى الساليب او الى الجي اندي بالتالي هي بين الستي والأي اس وسنترك تحديدها لاحقا ثم السبعة وثمانية هما الى المحاول وبالتالي هما عبارة عن ذلك واضح جدا حسنا سنعود الى الاطراف التي تركنا اولا الطرف او نذهب الى الاطراف اولا المألوفة لدينا وهي هذا الطرف هنا مقاومة الى الساليب واضح او الى الجي اندي وهذا الطرف اللي بفصول هنا اركز معي دائما عندما نقوم بتحديد الاطراف عندما تسمع الستي او اي اس فغالبا لديك تشابه كبير بينهما وقد لا تفرق بينهما رغم اننا شرحنا الستي في حلقة منفصلة ساقوم بتفصيل الموضوع قليلا حتى لا تجد فيه صعوبات مستقبلا ان شاء الله تعالى على اين الستي بغض نظر عن هذا الاسي انسى هذا الاسي الان الستي ما صار الستي يتواجه مباشرة الى الوسيلاتور داخل الاسي الى الوسيلاتور مباشرة الستي يكون متجه مباشرة الى الوسيلاتور وبالتالي فدور الستي هو تحديد الفريكونسي الخاصة بالدائرة الداخلية بعد الاحيان نربط به مقاومة متغيرة للحرارة مثلا بحيث انه يقوم بعمل كمل انه يقوم بعمل دائرة للانتظار لفصل الاسي في حرارة معينة اذا ارتفعت حرارة البرداء الى حرارة معينة هذا فقط ميتا فقط ميتا بعض الاحيان تجده يعني على الستي على مكتف مكتف عدسي مكتف عدسي شبيه بهذا ستجدوا على مكتف عدسي شبيه هذا نقوم بخلاله بتحديد الفريكونسي الداخل واضح واضح ماذا عن الاس او السي اس اي الكورونسانس الكورونسانس يحدد لنا التيار وبالتالي فالتيار لن نحدده عبر هذه المكتفة العدسية ولو انه يمكن ان نجدها على المصار نحن نقل نتحدث عن اكتر اكتر الاشياء شيوعا اكتر الحالات شيوعا اكتر الاحتمالات ان تصادفها واضح يعني الاس ستجده بمقاومة ولدينا شرح اس حيث نشرح القيمة المقاومة وحجم الاس وحجم الباور حتى تسهل عليك الرؤية بينما الستي سبق وشرحناه وهو مسؤول عن الفريقونسي الداخلية واضح اذا لدينا هنا الستي وهو غير مفصول لدينا هنا الاس وهو مفصول واضح جدا يتبقى لنا الطرف الاول هذا الطرف الاول هنا الذي نتطرق اليه وهو طرف قادم من 300 عبر مقاومة 2.2 واضح وكم طرف طرف واحد فقط هنا نسميه ob هذا الطرف يسمى ob لماذا سميناه ob ولو نسميه vddg كما عرفنا سابقا واضح جدا اولا الموضوع ليس له قاعدة واضح ثانيا vddg والvcc هنا لاحظ هذا هو vcc اي هذا وهذا هو ob اذا كان هذا vddg يجب ان يكون مربوطا بالvcc هل هو شرط ان يكون مربوط لا لكن لماذا قلنا انه يجب ان يكون مربوطا بحيث ان هناك دائر دائر تحليلي في داخل في داخل اي سي اذا وجدت فرقا بين هذا الجهد هنا وهذا الجهد هنا تقوم بعمل تقوم بعمل اطفاء وبالتالي نقوم بربطهما مع بعضهما ليكون عليهم نفس الجهد تقريبا وبالتالي نقوم بخداع تلك الدائرة او نوهمها ان كل شيء يعمل بشكل جيد ان الجهد متقارب هما و اما جهد بهذه الشكلة واحد يأتي من المكتف الكبير عبر المقاومة والاخر ربما ينتج داخليا زائد انه يأتي من المحول فمن شبه المستحيل ان يكون هناك نفس الرقم او حتى ان يكون تقارب هذه فقط فرضية يعني هذه الاشياء ليست لها قاعدة في هذه النقطة ليست لها قاعدة التشابه كبير جدا لماذا لان كلا الاوبي والفيدي دي جي كلاهما يتوجه الى نفس الدائرة يعني يتوجه داخل الاسي الى نفس الدائرة تقريبا لذلك في بعض الاحيان قد تجد اسم هذا في هذا واسم هذا في هذا ركز معي جيدا هذه الاشياء ستتوه منك بسهولة اما الاوبي يأتي عبر مقاومة اثنين فاصل اثنين ميجا والفيدي دي جي ايضا سيأتي عبر الاثنين فاصل اثنين بالتالي نفس القيمة الفولتية التي ستوجد هنا واضح ويتجهان الى نفس الدائرة تقريبا اقول تقريبا داخل الاسي كيف سأفرق بينهما كل ما عليك ومتابعة حلقة شرح الاطراف كل بعد كل عشر حلقات او خمس حلقات نضعوا فيديو خاص بالتعرف على الطرف وشرط تسمية الطرف كذا او تسميته كذا وكل تلك الاشياء اذا نقوم بالمرور بشكل خفيف ضريف او بي او بي او بي فيدباك اه اه هنا اي اس ودراندران اذا هذا كان كل ما لدينا اتمنى من الصميم بالقلب ان اكون قد افدتكم ولو بشيء القليل يتبقى لي اسم الاسيهات التي تركب على هذه الشيما وهي غالبا سير 26 او او تي اتش اكس مائتين وثلاثة كان معكم المبتدئ الى اثناء صغيرة محمد اليوم السلام عليكم السلام عليكم